أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية أنه جاري إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذه التعديلات تأتي حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد وضفت أيضا وزارة التربية والتعليم أن هذه التعديلات تأتي في ضوء منتجة عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة المنهج بكلية التربية